السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم دائما أصدقائي على قناتكم شروحات ساتيليت وفي هذا الفيديو سوف نستعرض جهاز ستارسات موديل SR4077 HD كما تشاهدون هذه علبة الجهاز الخاص بحلقة اليوم فهو من الأجهزة المتوسطة بطبيعة الحال في قناتنا سوف نستعرض الأجهزة بطبيعة الحال مع شروحات هنا تصلنا لنا الوقت طبيعة الحال الآن نبدأ بالأجهزة المتوسطة أو الرخيصة على حسب الجودة الخاصة بها ثم نبدأ بالصعود في التجدريج بالنسبة للخصائص والتمن بالنسبة لهذا الجهاز فهو من الفئة المتوسطة نجم تشاهدون لمن أراد أن يختنئه يمكنه الدخول إلى الرابط في صندوق الوصف يمكنك مرسلتي على الرقم الذي يظهر الآن نجم تشاهدون أي جهاز موجود في الحلقات الخاصة بنا يمكنك طلبه عبر الموقع الرسمي إنما كنت في المغرب سوف يصلك إلى باب بيتك وأيضا يمكنك طلبه من على الرقم الخاص به كما تشاهدون فهذا هو جهاز حلقة اليوم سوف نقوم بفتح العلبة معكم كما تشاهدون يعني هذه علبة جهاز وهذا هو جهازنا الخاص بحلقة الليلة ودائما أجهزة ستارسات معروف عنها يعني مميزة لا توجد في الأجهزة الأخرى وهي العدسة الخارجية كما تشاهدون في هذا الجهاز فهو يحتوي هنا على عدسة يعني لسجابة الريموت والأرقام وهو أيضا يحتوي على عدسة خارجية يمكنك إضافتها وإخفاء الجهاز وراء التلفزيون إضافة إلى أنه يحتوي على أزرار هنا تشغيل والمرور كما تشاهدون هذا هو جهاز الآن سوف نقوم بالجولة خفيفة عليه كما تشاهدتم معنا أصدقائي الأفاضل فهذا هو جهاز اليوم ستارسات 47 وتشاهدون نأتي إلى هذا الجانب فيه منفذ USB كما تشاهدون هنا ومنفذ RS-232 نذهب إلى خلف الجهاز تشاهد التونر تجد هنا مكان العدسة الخارجية مكان العدسة إذا أردت وضع الجهاز وراء التلفزيون تجد هنا منفذ HDMI كباقي الأجهزة وهنا نجد أوديو فيديو لمن يتوفر على تلفاز بمداخل RC هنا تجد USB آخر وهنا مدخل الطاقة 12 فولت هذا هو جهاز الخاص بنا كما تشاهدون نقوم بوضعه الجانب ثم نفتح العلوبة كما تشاهدون نأتي إلى الريموت الخاصة به كما تشاهدون فعله بشكله يدي الريموت الخاصة بجهاز في بعض الأزرار التي تخول لك الدخول مباشرة مثلا إلى الطبيقات هنا لجميع الأمور واضحة يمكنك اكتشاف ذلك بنفسك نأتي إلى العلبة محول الطاقة كما تشاهد معي كباقي الأجهزة وهنا تجد العدسة التي قلت لك عدسة إضافية بطبيعة الحالة يعني كما تشاهد صديقي الفاضل وكيبل HDMI كالعادة بطارياتين ثم كتاب الاستعمال يعني كما قلت لكم فالجهاز يتوفر على عدسة في الجهاز هنا وعدسة خارجية يمكنك تشغيلها بوضعها في المنفذ المخصص كما تشاهدون الآن أصدقائي سوف نذهب إلى مميزة الجهاز فهذا الجهاز يأتي بسيرفر الفانكام سنة كاملة من سيرفر فانكام إضافة إلى الاي بي تي في والفي اودي فهو يتوفر على تطبيق سبيد اي بي تي في و سبيد في اودي لمدة سنة سنة كاملة السنة بالنسبة للأي بي تي في والسنة بالنسبة للأفلام وهناك أيضا ثلاث أشهر إضافية بالنسبة للتطبيق الأبولو أبولو اي بي تي في و أبولو في عودي أيضا توجد ثلاث أشهر وخصصة بالنسبة للتطبيق الأبولو يعني سنة وثلاث أشهر بالنسبة للأي بي تي في وسنة كاملة بالنسبة للسيرفر وهذا هو جهازنا لهذه الحلقة بالنسبة لشكل المعنو الخاص بهذا الجهاز فهو مثل جميع أجهزة ستارسات يعني لمن لم يشاهد حلقة ستارسات سبعون ستون تقريبا جميع أجهزة ستارسات لديها نصف شكل القائمة